بمشاركة سوريا بعد انقطاع منذ 11 عاما ناقش وزراء الصناع العرب في اجتماع تحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يسبق القمة العربية المقررة الجمعة في جدة القضايا ذات الأولوية للعمل العربي المشترك وخلال الاجتماع الذي شارك فيه الأردن ممثلا بوزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي تم بحث خطوات استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمهوركي العربي وتقرر التكليف باتخاذ إجراءات لتسريع وضع آلية لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ كما تم بحث تكليف لجنة الاتحاد الجمهوركي بالعمل على الانتهاء من وضع التعرفة الجمهوركية العربية كما هو متفق عليه بين 0% و25% فضلا عن دعم انضمام جامعة الدول العربية لمنظمة التجارة الحرة العالمية بصفة مراقب